أمتنع عن استعمال تعبير العام أو العوام وكذلك لا أستعمل تعبير الخاصة هذا حتى لا يظن أحد أنني ممن يفرق بين متعلم وغير متعلم فأنا فعلا لا أرضى بالتفريق في أمر المواطنة كل إنسان بالغ له صوت في كل انتخابات ملاكا لعقار أم نواما تحت الجسر هناك جهل وهناك سفهاء وكل الفريقين يفكر جيدا في مصلحته المحدودة إذا أراد الجاهل أو السفي أن يشتري حذاء فلن يشتري حذاء واسع ولا ضيق بل سيقيس وسيختار ما هو مناسب هو يعرف مصلحته والآن نأتي إلى نقاش المسائل الأوسع لا نناقش سفيها ولا جاهلا أبدا تناقش أحدهم في موضوع رياضة صعود الجبال مثلا فيفاجئك بنص لديكرت أو الغزالي تقاطعني قائلا السفيه يعرف الغزالي وديكرت فأرد عليك السفيه يكون أميا ويكون دكتورا تناقش السفيه في الحجر الصحي ومنافعه ومضاره فيلقي عليك كومة من الخرافات ومن الاقتباسات السفيه لا يفكر بعقله بل بعقون الآخرين تعرض مسألة تتعلق بالأكراد فتجد سفيها يشتم العروبة وسفيها يشتم الأكراد وسفيها يلعن المذهب الفلاني والمذهب العلاني والملة الفلانية السفهاء لا يعرفون اللون الرمادي لديهم أنف حساس جدا يشم اتجاهك تتحدث عن الوضع في ليبيا تحلل الموازين القوى الأحلاف المختلفة فتجد أحدهم قد شم أنك تؤيد الجانب الفلاني تجد آخر قد شم أنك تؤيد الجانب الآخر في الواقع أنت لا تؤيد أحدا أنت تدرس الوضع بتجرد تحاول أن تفهم السفهاء لا يفهمون المعرفة هم يريدون لك أن تكون منحازا إلى صفهم قد خلق الله الدنيا بالألوان وبعض خلق الله يعيشون في زمن التلفزيون الأبيض والأسود السفهاء لهم الحق في الحياة الكريمة وفي أن يشتروا الأحذية ولكن لا يجوز أن يؤخذوا بالملاينة في النقاشات الجادة أتذكر موقفا محرجا مضت عليه سنين كثيرة كنت أتناقش مع زميل في مسألة سياسية وكان كلانا يعرف عنها الكثير كنا نوازن بين شتى السيناريوهات ودوافع الفرقات وكان معنا في الغرف شخص ثالث ففتح فمه يريد أن يبدي رأي فعجله زميلي وانتهره قائلا وفر أنفاسك أنت لست على مستوى هذا النقاش شعرت بخجل أنا لا أصنع مثل هذا الصنيع بل أترك السفي يقول ما يقول وأسكت أو أهمهم ومن السفهاء نفر هم على درك منخفض في جحيم السفه هؤلاء مكممون أفواه إن تعرضت في حديثك للنفط قالوا لك هذا ليس من شغلك إلزم فنك الذي تتقنه وإن تعرضت للسياسة قالوا لك أنت تشتغل بالهندسة فما أنت والسياسة وإن تناولت الأدب قالوا لك أنت صحفي فما لك والأدب بعض الناس تؤذيهم الكلمة الحرة هناك دركة أحط في السفاهة يجلس عليها قوم يقولون لك عند كل رأي تبديه كم دفي عليك كي تقول هذا وهل هذا الرأي مما خرج من عقلك أم أمرك به ولي نعمتك هؤلاء القوم عبيد لم يروا في حياتهم كيف يكون الرأي الحر علينا أن نستدرك وأن نلتمس لهم العذر فهم يرون المطبلين يملؤون الشاشات وأمواج الأثير فيظنون كل من قال قولا على منبر عام مطبلا لقد وصلنا إلى الدركة السفلة حقا المطبلون الله نسأل حسن الختاب موسيقى موسيقى موسيقى